موسيقى 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 السلام لفامي نتمنى تكونوا كاملين بخير اليوم اجبت لكم وصفة اللي غديت نفعكم بزاف فرمدان اللي هي لصوص دي الماتاشا و البطل ديال بيتزا كيف ما كتزعرفوك نحتاجهم بزاف فرمدان وانعطيكم طريقة كيفاش تحتفظوا بيوم مدة طويلة في الكنجيلاتر بلا منطول عليكم دوز المقادر اول حاجة كنحتاج ماتاشا انا هنا عندي جوش كيلو ديال ماتاشا اما في غالب الاحيان كنستعمل كيميا اللي كتيرة غردا باحيت ما زال عندي في الكنجيلاتر وبغيت نوريكم الطريقة انتو ما دوبلوا المقادر على حسب الكيميا اللي بغيتو تصيبوه من الضروري نختاروا ماتاشا اللي يكون اللون دياله الحمر تكون طيبة ورطبة ومهبرة باش كتعطينا اللاسوس كتجيزوينو كيجيلو دياله الحمر انزيدو رشة ديال الملح مع القه صغيرة ديال سانيدا مع القه كبير ديال الزيت نسكس ديال الماء بنسبة للسانيدا والزيت انخليوهم حتى الاخير مرحلة اول حاجة نقسم ماتاشا على الجوج نحيد ليها ذاك الراس الخضر اللي يكون فيها ونقسمها على مربعات يكونوا كبارين من بعد ما نقطع الكيميا كاملة اللي عندي نديرها في كوكوت او لاتنجرة الضغط ونضيف عليها نسكس ديال الماء ورشة ديال الملح سافي نسد عليها الكوكوت ونخليها على نار تكون عادية من فوق تبدأ تصفر نقسم عليها البوطة حتى نخليها تكون مهيلة ونخليوها نصاعة فوق البوطة من بعد ما دست نصاعة ماتاشا ديالنا طابت نخليها حتى تبرد عادها باش نطحنها في الخلاط الكهربائي واللي بغا يدوزها في هاد الحكاكة ديال الماتاشا حتى هي كتخرجها مزيانو من بعد ما نطحنوها نصفوها في هات الصفية العيون ديالها يكونوا رقاقين بحل هذه اللي عندي انا نبقى نحركو باش تهبط ماتاشا حتى يبقى وغير القشور والزريعة نضيف عليها هاد بساندة والزيت نحركوهم ونرجعها في قبوطة لتكون مهيلة نستمرو في التحرك حتى تتعقد لنا ماتاشا وكتختار وكتتحيد منها هاد الكوكوشة كيفما تشوفو لأسوس ديال الماتاشا كتجي عقضا وحمراء كتلمع ما تحتاجوش قاعد تضيف عليها مركز ديال الطماطم تقدرو تتعملوها في الحريرة لبات بيتزا اي حاجة تحتاج ماتاشا تقدرو تتعملوها لديكم اي ثلاث نسموها وضيفو عليها النكاهات اللي كتبغيو باش تحفظو عليها لمدة اطول كتتقسموها في بلاستيك غدائي الكيمياء اللي تبغيو تحتاجو صافيو كتدخلوها لالكونجلاتور را كتبقى مدة طويلة ما كيوقع ليها احتى حاجة انا خليكم دابا مع لائحة المقادير موسيقى لافامين دوزو دابا الوصفة التانية ديال البات ديال بيتزا بنسبة لها الطريقة ما كتحتاجوش نهائيا انكم تتلكوها انخدموها على جوج مرحلات بنسبة المرحلة اللولة انحتاجو ثلاثة ديال كيسان ديال طقيق انا عبرت به هاد الكاس ديال العنبا مع القاة صغيرة ديال الخميرة نستعملت الخميرة الفورية تقدرو تستعملو الخميرة المعجونة مع القاة صغيرة ديال سكار ساني دا وثلاثة ديال كيسان ديال الماء يكون دافي انضيف على الدقيق الخميرة وسكار ساني دا والماء ونخلطوهم حتى كنحصلو على هذا الخاليط عادك يكون مطلوق شوية كنغطي الخاليط ونخليه يخمر مدة عشرة ديال دقيق من بعد ما دست عشرة ديال دقيق اندوزو دابا المرحلة التانية اللي احتاجو فيها ستدل معلقة ديال زيت الزيتون انضيفهم على الخاليط ديالي ستدل معلقة ديال الملحة غادي نخلطهم من بعد غادي نضيف الدقيق بالنسبة الكيمياء ديال الدقيق انا ادت لربعات الكيسان ديال الدقيق مبلا متعجنوها كتحصلو على عجين بهاد طريقة كيكون مرخوف شوية صافي كنغطيه وكنخليه مدة ساعة ونص يخمر فكل مخمرات كتجي خفيفة وزوينا هذا هو السير ديال بيتزا من ايطاليا من بعد ما دست ساعة ونص كيف ما كتشوفو العجين ضعف الحجم ديالو هذي نخرج منه الهواء ونهبطو سطح العمل من بعد ما كان كنرشيتو بالطقيق وغادي نسرحو بالمدلك كيف ما كتشوفو العجين كيتسرح بسهولة صافي من بعد ما صرحت العجين باش كتعرفوا العجين نجح كيف ما كتشوفو كي يدير دوك الفقاعات من صرحوه بزاف كيف ما تسومك هذا اللي عندي حيث را غادي تنفخ من بعد خلاص اللي كتعجبو غليضة يدير كتر من هاد السومك انا قطعها بهذا القطاعات هادو حيث انديروهم فرديين قدروا تقطعوها بما كبر من هادو ولاديروهم بيتزاة كبار صافيو كنصطفوهم فوق واحد صافيحة اللي ندخلها الفران ندخلوهم على فرن للنار ديالو متوسطة و نبقوهم قابلينهم كل واحد على حسب الفران ديالو حيث بغيناهم غير ينشفو ما شي طيبو بالكامل كيف ما كتشوفو كي يجيو من بعد ما كي طيبو كنخليهم غير كي ينشفو صافيو كم بعد ما كيبردو كنصطفوهم في واحد البوطة اللي كتدخل كونجيلاتور كنغطيهم بسلوفان فيما بغيناهم كنجبدو الكيمياء اللي بغينا نخليكم دابع مع لائحة المقادر موسيقى الفامي انشرك معاكم دابع ميني بيتزا بلاسوس طومات اللي ديجا صايبنا نضيفو على لسوس طومات اللي ديجا صايبنا ملحو البزار زيت زيتون و نحكو ليها الزعتر سافي كندهي البيتزا تديالي بلاسوس طومات كندير عليهم الطون ثم اختيار يديرو اللي بغيتو كنرشعلهم فرماج بسحاول راحة الفامي الفامي كنتمنى تكون عجباتكم الفيديو لا تنسوش تشجعوني بلي لايك وكتبوا لي لي كومنتر اشتركوا عندي في القناة نتلقاوا ان شاء الله في فيديو جديدة بيزو بيزو اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة